مؤسسة سونالغاز تواجه صعوبات جمة تحول دون إتمامها للعديد من المشاريع من بينها قضية تحصيل الديون العالقة من زبائنها ويضاف إلى متاعبها المالية قضية سارقة التيار الكهربائي رقم ليس بالقليل الذي كشف عنه وزير الطاقة حيث تحدث عن نسبة تفوق السبعة بالمئة وهو ما استدعى التفكير في إنشاء شرطة للطاقة مهمتها إعادة تنظيم وضبط هذا القطاع نقوم بعمل 5-6% من تنظيم تنظيم وماتيريال ي resta 10% 10% الذين يساعدون في الفرد في برانشمات الفردولية في ريتروسيسون ومثل نرجع إلى النور يجب أن نرجع إلى أعضاء كالما يكون حصل دائما سبعت لا نسيحين بتنظيم لا يمكنكم إذا كان وهو الأسلاة يتبعون إلى الأنمى وهو الأسلاة يتبعون إلى القطاع الأسلاة يتبعون إلى أن الأسلاة يتبعون للتعامل العيد على المفيدور على وزيره جيتوني تحدث أيضاً عن المديونية الخارجية نافياً احتمال اللجوء إليها ودع الشركات الكبرى كاسونالغاز إلى الاعتماد على نفسها لإيجاد حلول لمشاكل التمويل محطات البنزين الموزعة عبر الوطن هي واجهة للبلاد حسب ما كشف عنه وزير الطاقة مصطفى جيتوني الذي ألح على ضرورة تشديد الرقابة عليها وإعادة تنظيمها وتهيئتها من كافة النواحي هذا وأشار مصطفى جيتوني إلى أنه تم دفع 26 مليار دينار كمستحقات لشركات الإنجاز في مجال الطاقة معلناً أن المشاريع المجمدة ستعرف ورشات العمل فيها إعادة الانطلاق قريباً